بسم الله الرحمن الرحيم طلبتنا الأعزاء هذا المثال اللي قلنا لكم أنه هو مهم وغالباً ما تيجي من عنده أسئلة بالامتحانات سواء الموثقة أو امتحانات الفصلية فحلنا بس وقت المحاضرة بالتأكيد قصير ما يعني يسمح بشرح كل التفاصيل فأخذنا هذه قطعة الأرض المثلثة اللي هي الـ ABC وهذه المعلومات اللي موجودة عندنا عن هذه القطعة الضلع IC معلوم الضلع IC معلوم الضلع IC معلوم بأربع قراءات يعني تم قياسها أربع مرات والضلع EB أيضاً معلوم والزاوية ثيتا معلومة القياس الآن إحنا حتى نهل هذا السؤال وراح نطبق بطريقتين للحل راح نجي بالبداية أول شي راح نسوي نتخلص من الأخطاء المنتظمة systematic errors وعدنا إحنا نعطينا نسبة الخطأ بشطور شريط القياس اللي هو الطول المال الاعتيادي 30 متر في حين أن الطول الحقيقي كان 30.0.5 فجينا عدنا كل القياسات كل الأطوال اللي موجودة عدنا غيرناها نسبة إلى هذا القياس الجديد بعد هذا نجي إلى عملية الحساب للمسافات عملياً نجي بالبداية على الضلع اللي هو AE هو نعطينا بأربع قياسات فنجي شو نسوي قدنا أربع خطوات نحسب المين ثم نطلع الvariance والربعة ونحسب standard error بالنسبة للقيمة الواحدة ثم standard error بالنسبة للقيمة الأكثر احتمالية جينا هس هنا وتمت هذه الحسابات ورما حسبنا غيرنا الطول الطبيعي والاعتيادي للشريط القياس ثم نحسب المين للضلع AE من القياسات الأربعة طلعنا القيمة 116.3 ومثل ما قلت لكم هنا تنتبهون على عملية الجمع والقسمة يعني الأرقام كلها 116 فالمعدل لازم يكون 116 والفارق راح يكون بالبوينتات فقط نجي نحسب بعد ذلك الvariance لانهراف المعياري لكل قيمة من هاي القيم عن هذا الstandard وراح يكون عندنا في الـ V1 وهذه حسبناها الربعة نطلع الـ Summation نقسم على الناقص واحد هاي العمليات كلها بسيطة واشتغلتوها سابقا حتى نطلع الـ Standard Error بالنسبة للقيمة المفردة ثم نجي نحسب الـ Standard Error هنا بالنسبة للقيمة الأكثر احتمالية هذا الناتج الـ Standard Error بالنسبة للقيمة الأكثر احتمالية راح نضيفه وين إلى المين حتى راح يكون طبعا الـ Plus Minus لأنه هو تحت الجذر فبالتالي الـ Distance للـ AE هو الـ 116.3 هذه اللي حسبناها من المين زائد ناقص هذا الرقام اللي هو الـ Standard Error للقيمة الأكثر احتمالية الآن حتى احنا نجي المطلوب مو هذا المطلوب من عندنا بالسؤال هو يريد طول الظلع A-B الآن أنا عندي جزئين يعني شون أحسب طول الظلع A-B عندي طريقتين طريقة الأولى أجمع الأي-E مع الـ B-A الـ B-E والطريقة الثانية أستخدم قانون الكوساين لحساب ها طول الظلع طيب خلينا نجي نشوف شون تمت الحملية مبدعيا نجي كل رقم من هذه الأرقام كل ضلع راح ننطي رمز فالـ X1 راح يكون هو الـ DAE الـ X2 FB الـ X3 الـ X4 كل ضلع من الأضلاع من بقي بها القيم وإنما ننطي إكسات ليش لأنه احنا ورعنا مشتقع وورعنا حالفة نجي نرمز للأرقام هذه بـ X1 X2 X3 X4 وأني عندي خمس قيم خمس اللي هي أربع أضلاع زايدا زاوية راح أنطيهم كل واحدة قيمة X حتى أسهل عملية الحسابات عندي طريقة الأولى لحساب طول الظلع A-B هي عبارة عن جمع الجزئين A-E مع B-E بالتالي الـ Y اللي هو يمثلي طول الظلع A-B هو X1 زايدا X2 حسبنا هذا لكن الطريقة الثانية قلنا طيقة قانون الكوساين اللي هو عبارة عن الظلعين اللي تنحصر بينهم الزاوية اللي هما X3 X4 تربيع مجموعين مع بعضهم ناقصا الـ Y تربيع اللي هو الظلع المقابل واللي هو المطلوب عندنا بالسؤال مقسم على 2 في X3 X4 المطلوب من عندي هو الـ Y فلازم أخذ الـ Y على الجنب فرح أضرب طرفين وسطين بالتالي راح يكون عندي هذا الـ Y بهالمكان هو Y تربيع فلما لازم أحطه تحت الجذر فبالتالي جزء الثاني من المعادلة راح يكون تحت الجذر وهذه بالتالي المعادلة الثانية لحساب طول الظلع نجي هسا على الطريقة الأولى بالطريقة الأولى عندنا الـ Y هو عبارة عن مجموعة الظلعين X1 والX2 هذا جمعناهم طلعت قيمة الـ Y اللي هو طول الظلع IP لكن أنا عندي Standard Error راح أجي أحسبه بطريقة Least Square Error فبالتالي نفس المعادلة ما للمجموعة أطبقها وين أطبقها بالـ Error مربع Standard Error يساوي لي مربع الأول زائد مربع الثاني Standard Error طبعاً هنا للـ X1 معلوم عندي وللـ X2 أيضاً معلوم جيتهم حطيتهم ربعتهم طلع لي المجموع حطيتها تحت الجذر طلع لي Standard Error إذن الـ Y الآن يساوي لي قيمة حاصل الجمع الـ 203.556 زائد ناقصاً شنو عندي اللي هو الـ Standard Error هاي الحل الأول زين الحل الثاني اش راح يكون عندي راح يكون عندي الحل الثاني هو هذه المعادلة نفسها اللي طلعت هنا اللي هي أصلاً قانون الكوسائن وضرب الطرفين في وسطين وجذرة الـ Y تربيع إلى Y مو أكثر ولا أقل فبالتالي إذا جيت على هذه وعوضت قيم الـ X3 والـ X4 والـ X هناك الكوسائن X خمسة راح تطلع لقيمة Y اللي هو طول الظلع ودائماً خلوا ببالكم أنه هنا طول الظلع بالحل الأول وبالحل الثاني راح يكونون متقاربين من بعضهم نيجي الآن هذا الموضوع لحد الآن سهل راح تجي عندنا الصعوبة وين بطريقة حساب الـ Standard Error زين الـ Standard Error قلنا راح يكون هذا تربيع مربع الطرفين ولما راح نجي هنا طبعاً تحت الجذر نخليهم معناها أثنص وربعنا الطرفين طيب أنا راح أجي شنو أسوي أشتق هذه الدالة طيب راح أشتق أنا عندي X3 و X4 و X5 فبالتالي أنا راح أشتق مرة DX3 على DX3 مرة DX4 على DX4 و مرة على X5 فبالتالي لما راح أشتق بالنسبة للـ X3 شو راح يصير عندي 2 X تربيع شو راح يكون عندي 2X ناقصاً هنا X راح يكون 1 فبالتالي 2 X4 4 في الكوسين 5 زين هذولا تربيع طبعاً مضروب المن لأنه أنا دع أشتق نسبة إلى DX3 الجزء الثاني راح أجي هالمرة أشتق نسبة إلى X4 فبالتالي هذا راح يصفر عندي العدد فيبقى لي شنو يبقى لي 2 X4 فهذا 2 X4 ناقصاً قبل شوية هنا 2 X3 وهذا صفر هالمرة 2 X4 2 X4 هالمرة X3 راح يكون عندي في الكوسين أرجع المرة الثانية راح دولة لما أشتق نسبة إلى X5 دولة 2 هم هيكون نصفارة وراح تكون عندي مشتقة الدالة الأخيرة هاي المشتقة الجزئية أنتو تعرفوها ودتأخذوها بالرياضيات ما عدكم بيها مشاكل الآن كل جزء من المعادلة هناك كم جزء عندي 1 2 3 كل جزء راح أرمز لبرمز راح يكون عندي A B C راح أجي أحسب ال-A من أحسب ال-B هاي القيمة أحسب ال-C هاي القيمة بالتالي فإن السيغما تربيع اللي هي ال-Standard Error راح تساوي لي ال-1 على-2 Y تربيع اللي هما 1 على-4 Y تربيع 1 على-2 Y الكل تربيع بالتالي يصير 1 على-4 Y تربيع في A زائد B زائد C ال-A وال-B وال-C احنا حسب قيمهم نجي نحط هم بهذه المعادلة بالتالي راح يطلع لل-Standard Error احتياد هو هنا مربع فلازم أجذر وبالتالي طلع عندي قيمة Standard Error إذن القيمة الأكثر احتمالية لل-Y اللي هو طول الضلع AB هو الطول اللي حسبنا من المعادلة زائد ناقص ل-Standard Error الآن صارت عندي قيمة لل-AB وحدة محسوبة بقانون الجمع والثانية اللي هي هذه والثانية اللي حسبناها الآن اللي هي حسبناها بقانون الكوساين عليه وراء ما طلعنا هاي القيمتين نجي نحسب ال-P لكل وحدة من عندهم ونجي نحل حل بسيط اللي هو نطلع المين نطلع المين بطريقة ال-P اللي هنا نتوقف ما أفضل تكملون ما أتوقع يجيكم سؤال بكل هذه التفاصيل يعني ما راح نجيب لكم سؤال بحلين وتسوي مقارنة بيناتهم لا راح يجيك بس مثلا يجيك القانون الكوساين نطبق أو يجيك قانون الساين وهكذا يكمل الحل وأتمنى أنه يكون هذا الحل أكثر وضوحا وأتمنى لكم التوفيق شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر